بعد مشاكل كثيرة دارت حول مطار عدن وصلت في مراحل عديدة إلى الاشتباك الناري بين الحراسة التابعة للحزام الأمني وقوات الحماية الرئاسية تعود الرحلات الجوية لتستأنف مجددا من وإلى المطار عودة قريبة بعد توقف إضدراري جاء إثر التوترات الأمنية التي انعكست على مختلف الأوضاع في العاصمة المؤقتة فبعد توقف الرحلات الجوية بشكل كامل في مطار صنع ومطارات أخرى خاضعة لسيطرة الميليشيا نتيجة فرض التحالف العربي حضرا على نشاطها الجوي بات كل من مطار عدن وسيئون يمثلان المنفذين الجويين الوحيدين في اليمن وأصبح على الراغبين بالسفر التنقل بين محافظات عديدة حتى الوصول إليهما مطار عدن الدولي الذي يعد الثاني بعد مطار صنع من حيث الأهمية الاستراتيجية التي يحملها موقع استقبل مؤخرا أولى رحلة قادمة من مطار القاهرة بعد تواجد أعداد كبيرة من المسافرين اليمنيين العالقين هناك الرحلات الجوية وبحسب مصادر ملاحية ستشهد تحسنا خلال يومين القادمين وذلك بسبب استئجار طائرتين تجاريتين بتوجيهات حكومية للعمل على سرعة نقل المسافرين وعودة الخطوط الجوية لممارسة أعمالها يعاود مطار عدن أعماله من جديد غير أن هذه العودة بحسب متابعين ما تزال محاطة بكثير من التوجس خصوصا وأن مسألة التوتر الأمني ما تزال قائمة ولم تتوقف بالشكل الذي ينهيها كليا موسيقى